شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام شوط أول أهلاوي ينتهي بتقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب أحمد الشيخ من عرضية المدافع حمزة الدجوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لشيء أمام المقاوليون العرب زي ما احنا شايفين الهدف عرضية ولا أروع من المدافع حمزة الدجوي يسكنها اللاعب أحمد الشيخ المتعلق في الشوط الأول لتصبح النتيجة واحد صفر للنادي الأهلي كابتن عادل شوط أول أهلاوي كانت البداية غير جيدة من لعب النادي الأهلي كان فيه رهبة لكن تسايد لعب النادي الأهلي الشوط الأول شوط أول رائع هدف رائع من أحمد الشيخ طبعا بكل المقاييس احنا الأفضل استحواز على الكورة المشاكلين خطورة المقاوليون العرب ما فيش أدنى خطورة بس الولاد فيه شدة شوية كان ممكن النتيجة تبقى 3-0 أو 4-0 لأن فيه أهداف حيضاعت كتير البحي جدا الباكليفت كان بيقدي أداء مهند الشامي على الرغم أنه 2008 لكن بيقدي الأداء وبيعمل الأوفر المزبوط طبعا للرأس الحربة بابقى محتاج من نص الملعب بابقى فيه دايما متابعة في وسط الملعب بحي أحمد الشيخ على الجول اللي جابه هو بيلعب على الطرف اليمين طبعا قطع وحطاها على الرغم أن دابش هو بيلعبون جرايت بيلعبون جرايت راح على العرضة القريبة وبرضو الإحساس بالمكان برضو أيوة الإحساس بالمكان ممكن لهو مش عارف استنى استنى كنت تعادل حياتك وحياتك بتتكلم احنا بنتكلم عن دوري الجمهورية موليد 2007 يعني بنتكلم عن لاعب بتكلم 16-17 سنة هل لاعب المقاولين العرب رقم 9 ده لاعب 17 سنة استحالة طبعا يعني أنا بس بشاهد الناس اللي بيتابعونا وبنتكلم ومتكلم عن وضوع التسنين هل لاعب رقم 9 فيها المقاولين العرب اللاعب يوسف صابر ده موليد 2007 وحنا بنتكلم عن مسابقة تحت 16-17 سنة أنا سابل الناس هي الحكم وهي اللي تحكم وهي اللي بتشوف والصورة بتتكلم يعني أنا مش هتكلم كتير لكن احنا كلمنا كتير في موضوع التسنين والتزوير ده لاعب يعني تمام اتفضل لكابتن عادل خط الظهر كله طبعا وحرص المرمى احنا بدي بدأ دايما هجمتنا من تحت بعكس المقاولين العرب مفروض ان هم الأهدى والماتش بالناس بالهم تحصيل حاصلوا مع ذلك بيبدأوا هجمتهم دايما مش من تحت نحتيك تفقدان الثقة طبعا المدير الفني للنادر قال حقيقة عمل جيم هايل برضو فيه شوية ملاحظات الوفرات اللي من الأطراف من اليمين ومن الشمال دايما يبقى عكسي يعني الكرة لما تبقى من ناحتي اليمين يبقى لها لعبها من ناحتي اليمين بحيث انها تعمل القوس تعمل الواو تبقى رايحة لرص بعكسي لما تبقى بتلف عكسي وكذلك الناحية التانية الشوط التانية بتمنى ان انا اشوف وازا ما انا قلت لأحمد ان اول ما بتدينا المباراة بتلاقي أربعة رايحين على واحد فلو احنا عاملين الاستحواز بتاعنا مجرد الأربعة ما بيروحوا عليك بتلعبها من لمسة واحدة الأربعة دولت ضربوا ويبقى انت عملت الحتة دي طبعا هتفرق في الشهر التاني اليقى البدنية بتاعتهم ما اعتقدش انها تسعفهم في الشهر التاني ان هم يوصلوا بالطريقة دي ان الضغط باربعة دي طبعا بتعمل عملية خلل لكن احنا الأفضل بكل المقاييس برضو انت قلت على الأخ للسبعتاشر سنة لا بالمقيم العرب لفيه تلاتة أربعة كمان تلاتة أربعة أجسامهم والسبرينت بتاعه وتجوينه العضلي استحالة يكون ستاشر سنة استحالة يعني انما الحمد لله الولاد ماشيين بشكل رائع وان شاء الله الشوط التاني هدف تاني عشانه يبقى فيه سكة أكتر كان ممكن جدا هدف تاني بعد الجول على طول تلعبت على الثمنتاشر اتشاطت يعني فوق العرضة لو كان ممكن تتريكن شوية بس بقول الولاد بيلعبه في درجة حرارة عالية جدا ومع ذلك عاملين جيل عالي وروح قتلية عالية تمام دكتور سابت رأيك في الشوط الأول زي ما احنا شفنا الهدف هدف وهو معانا على الهوى هدف حلو ابتدى بعرضية محمد عاطف راحت لحمزة الدجوي اللي ادري عاد وعملها بشمال واحمد الشيخ اللي احساس في المكان اللي قاله كابتن عادل طعيمة تواجده في المكان حطها منتهى السهولة بدون أي رقابة من مدفع المؤلين العرب بالتأكيد هو أول يعني النادي الأهلي دخل المباراة من الديئة 21 أول عشر ديئة كان فيه سنة رهبة بعد كده من الديئة 21 بدأنا نتحسن مع تسديدة محمد هيسم اللي هو غلط فيها حارس المؤولين وعلى فكرة حارس المؤولين ده أنا شايف أنه أخطأه كتير ممكن نستغل الكلام ده في الشوت التاني آه في بعض اللعب عجباني وفي حاجة برضو كانت ناصة النادي الأهلي اللي هي ظهرت في الديئة 40 اللي كان نايس النادي الأهلي إن الجناحين بتوعك مش بيخشوا الجوة لغاية الديئة 40 الجناحين بتتكلم على مين على ياسين عاطف واحمد الشيخ مكنوش بيخش اليمين رقم 18 ومهند الشامي الاتنين هي أحسن اتنين لعيبة النهاردة في النادي الأهلي في الشوت الأول محمد عاطف الباكرايت ومهند أيمن الشامي اللي هو الباكليفت والاتنين المساكين برضو حمزة الدجوي عمل أداة كويس وزياد وائل الأربعة اللي ورا النهاردة ممتازين المشكلة في الشوت الأول كانت نوعا ما الجناحين ما بيخشوش لجوه اللعبة الوحيدة اللي دخل فيها لجوه أحمد الشيخ قدر يسجل منها لما يبقى في زيادة هات كرة الهدف كده يعني هات كرة الهدف هيجي معنا دوت حمد الكرة الهدف هتلاقي أن أنا عجبني أوي حمزة الدجوي كرته حلوة ممكن مدافع ما يعملش الكرة دي يعني لو جبنا الهدف من أوله هتلاقي أنه عدب الكرة وراح ورقص وعمل الأوفر ها الهدف معنا بص هنا الكرة كمل أيوا كمل بص الارتداد هنا ده رقم اتنين يعني ده هو ده المدافع حمزة وده من موليد 2008 يعني بيلعب مع موليد 2007 بص هنا ده مدافع بيرقص بمنتهى يعني جميل جدا ويعدي بالحلوة دي ويعمل الأوفر هنا الحتة اللي كانت ناصر نادي لأهلي في الشوط الأول أحمد الشيخ لما قطع لجوه من النهاردة بلعب بزهيرين طيرين لازم الجناحين يخشوا لجوه عشان يكون فيه كسافة عددية لما أحمد الشيخ دخل لجوه قدر أن أنت تسجل ياسين عاطف محتاج الشوط الثاني برضو أنه يخش ويشارك أكتر من كده عشان الجناحين يظهروا بشكل أحسن من كده النهاردة النادي الأهلي بدأ بأربعة اتنين تلاتة واحد مش أربعة تلاتة تلاتة الاتنين اللي في وسط الملعب محمد رأفة وزدان ناجح وحزم عشور هو صنع الألعاب ياسين عاطف ناحية الشمال وإحمد الشيخ ناحية اليمين محيال شوية للتمريرات الطولية أكتر محتاج وده طبعا عشان معك مهاجم مميز زي محمد هيسم واحد أنت بتقدر أن أنت تتحدر عليه الكورة فأنت بتعمل عليه تمريرات طولية كتير من وراء المهاجم محمد هيسم اللي وجدته قادر يعمل مساحات لأحمد الشيخ وياسين عاطف بيطلع اللعيبة معاه كويس يعني مهاجم محطة بشكل كويس بيقدر يطلع اللعيبة معاه بشكل كويس يعني أنا عجبني بصراحة محمد هيسم المهاجم عجبني الباكين سواء مهند الشامي أو محمد عاطف حمزة ديجوي زياد وائل ممتازين بس محتاج أن أنت لازم تحسم الماتش في أول ربع ساعة برضو تحاول أنت تجيب جون تاني طيب كابتن عادل وحنا بنتكلم عن هدف تاني تقييمك لخط الظهر محمد عاطف زياد وائل حمزة ديجوي مهند الشامي مفيش أي خطورة على الناد الأهل في الشغط الأولاني لاحظت فيه تفاهم بين حارس المرمى وخط الظهر هي بداية الهجمة من تحت الجول بيعمل عملية التمويه بيبدأ من تحت البداية الصحيحة وده طبعا شغل مدرب حراس المرمى وكابتن أحمد ناجي شغل عالي جدا الأخطاء تقريبا بدون الأخطاء طول الخمسة واربعين ديجا بيستمروا على هذا الأداء وإن شاء الله نحتفل بالبطولة يا رب إن شاء الله أخيرا دكتور سابت عشان عايزينا نطلع لفاصل سريع برضو الضغط يستمر الشروط التاني أحمد الشيخ محمد هاسم ياسين عاطف نفس التشكيلة محمد عاطف برضو أنت عندك الأطراف ماشية بشكل كويس بس في لعبة برضو غريبة شوية في الديار أربعة واربعين اللي هي حكم المباراة سابعة فاول على النادي الأهلي يعني الفاول غريب جدا الفاول أصلا كان النادي الأهلي وشوفنا الاعتراض منها حتى كابتن أحمد ناجي وكابتن بدرا يعني لو لو نقدر نجيبها لو مش هنطلع لو نقدر نجيبها في الديار أربعة واربعين هي كانت فاول لصالح النادي الأهلي أصلا تمام لعبة كريبة جدا يعني دي من ضمن الألعاب بس نتمنى إن شاء الله أول نص ساعة أن احنا نحاول نسجل جون تاني بحيث إن احنا نحسم لقب الدور إن شاء الله كل توفيل اللعب النادي الأهلي في الشوط التاني قدروا يسجلوا هدف تاني عشان يحسموا باللقاء بشكر حضراتكو شكرا جزيلا ونروح لفاصل سريع وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكو بعد نهاية المباراة